وفي قوله سبحانه وتعالى وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا نهى الله سبحانه وتعالى عن أن يتزوج الرجل الزوجة يريد الإضرار الإضرار بها والإضرار على ما تقدم يرجعها ونفسه لا تريدها أو يبيت أدم النفقة عليها أو الإساءة إليها فيريد إرجاعها لتجويعها أو تعريتها أو ضربها أو سبها أو شكمها فقد بيت شيئا من السوء لها فهذا من الإمساك ضرارا وسماه الله جل وعلا عدوالا في قوله سبحانه وتعالى لتعتدوا ثم قال الله جل وعلا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ جعله الله جل وعلا ظلمه ولكن في هذه الآية معنى مطيف في قوله سبحانه وتعالى ظلم نفسه مع أنه ظلم غيره الظلم يتعدى إلى الغير ولكن جعله الله جل وعلا لنفسه لنفس الإنسان والسبب في ذلك أنه يجب على الظالم أن يستحضر أن يستحضر أثر ظلمه على نفسه قبل أن يستحضر ظلمه على غيره فإنه ربما يتلذت الإنسان بتعديه على غيره تشفيا ولا يردعه من ذلك ربما يزيده في ذلك إذا علم أن من اعتدى عليه يتأذى بذلك ولكن لو استحضر أثر ظلمه عليه وعاقبته عليه ولو كان في آجل أمره لردعه ذلك ثم أيضا في هذه المعاني أن الله جل وعلا ذكر ظلم الإنسان لنفسه إشارة إلى أن زوجه ولو سرحها فهي من نفسه فهي من نفسه ولا حق ولا حق عليه ولو بانت منه ومن المعاني أيضا في ذلك فقد ظلم نفسه أن الله أن الإنسان إذا ظلم غيره فقد تحقق فيه الظلمان ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره لأن الظلم على نوعه ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره ظلم الإنسان لغيره هو ظلم لغيره وظلم لنفسه فكل ظلم من الإنسان يقع على غيره هو ظلم لنفسه قبل أن يكون لغيره وظلم الإنسان لنفسه لا يزمن ذلك أن يكون ظلما ظلما لغيره فذكر الله جل وعلا ظلم الإنسان لنفسه لهذا لهذا الوجه حتى يشمل المعنى التام في ذلك وكذلك أيضا فيه ترهيب أن الله سبحانه وتعالى أقرب بأن ينزل عليك الجزاء من إن ذلك العقوبة والظلم والتعدي على زوجك ولهذا إن الله سبحانه وتعالى ذكر عبده بأن الله جل وعلا سينزل عليه عقوبة فعليه أن يتذكر أثرها عليه قبل أن يتذكر أثر ظلمه وعدوانه على زوجه وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكير وعدل وإنصار